أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط صاروخ أرض أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر وفي بيان مقتضب أوضح الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي لإسقاط صاروخ أرض أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر وذلك بعد إطلاق صفرات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان ولم يشير جيش الاحتلال إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية كما لم يذكر الجهة التي أطلقت الصاروخ في غضون ذلك نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولهم إن الحوثيين أطلقوا صاروخ أرض أرض من منطقة البحر الأحمر باتجاه مدينة إيلات أفادت القيادة المركزية الأمريكية بتدمير طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي فوق البحر الأحمر وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت للدفاع عن النفس مع طائرة مسيرة حوثية فوق جنوب البحر الأحمر وتمكنت من تدميرها مشيرة إلى أنها كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة وجددت التأكيد على أن إجراءاتها تهدف لحماية حرية ملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر